صباح الخير او مساء الخير يا بركة الكوس. في الفرق العطفية. اللي نسحب الورقة احنا نفسنا. عشان ايه? عيب. عيب انا 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 مش قليلة. انا مش قليلة في البلد دي. عيب. مش بقولها خايف منك. خايف منك. شاكك فيك. خلص بنسبة ناس المية عبقاط عيا شاكك فيك. شاكك فيك قوي. يعني ده ورقتين يوضحان المعنى ويؤكدهم. شاكك فيك جدا. وخايفك خايف. شايفك هو مش شايفك ان انت بتخدع. بس انت عملت مع الحركة انت ممكن تكون. بالضبط عملت كده. انت طنشته. وعمل بقى تنزل في صور ومهتم بحالك. او الاول. لو انت ولد عمل بقى تغير في شاك لك وتلبس ومتتزوق او حططل الكوفية بقى. وانت بانت عملت الزوائي وحطك برميطة. وحاسس بان انت. هتخلع منه. هتخلع حرفيا كنت هتخلع بيه. وتروح بقى لحد تاني. خايف منك قوي. خايف منك قوي. يشاعر بان انت هتقلب عليه مرة واحدة. هتديه حطة قلم على وشه يفوقه. يقول شاكك فيك يعني. الوقفة دي وقفت. وقفت ناسها هتلمي حاجة. يشاكك فيك قوي. وخايف ان انت تسيبه مرة واحدة. خايف قوي ان انت تسيبه مرة واحدة. وبصه وبصص لك ازاي. خايف منك. على فكرة يا برج الخاص. انت ظهر ان انت فعلا سبت. سبت وتكلم مع نفسه كده. انت سيب السوف. وهو شايفك ان انت نشيت. ده مش انت. ده ايه ده انت. اللي سيب السوف هو مش. وهو بصص لك. وبصص لك وبيقول لك انت هتعمل ايه? هو خايف منك اوه. وبيقول لك انت هتعمل ايه? هو هتكون هتكتبت بحد تاني. شخص ده ممكن تكون متتعامل مع برج هوائي او مائي. سرطان بطه. سرطان عندي هنا وميزان. وهوائي اتنين هوائي هنا. فخايف منك قوي يعني. حاجة يعني او ما نشوف شخص شاكت شخص قوي جدا. وبيتصنت عليك حاليا دلوقتي. دلوقتي هو عمال يجمع عنك معلومات. ونشوف بقى تاني ايه مرايح. في الموقت تكونوا قطيين مع بعض ببالك وفترة ولكن انتوا مع بعض ع السوشيال ميديا. لكن ما هو برقبت بقى. نيته ايه? ده نيته صعبة قوي. ده نيته يحاس بك على كل حد ايش هصل ده غيور. غيور قوي. مش عارفة ليه حسنك كده. الكينج اوف سوردس والكوين اوف سوردس. الكينج اوف سوردس شخص اصلا بيخدم مشاعره موطنكو عم خدم مشاعره. وبيبدي كلام بقى. بيبدي كلام. هو رفع لك السيف. وبيبدي كلام بقى محمد الشيء قدري يقول لسطور. الكينج اوف سوردس ايه شخص بيبدي كلام ولكن كلام مش بيوجه ولكن كلام حق. كلام حق. هو حاسس بان انت لعبت عليه. انا خايف يا بوربالكوز تكون جيت اه تكحالها ومتعنيها. حاجزاتي بي. انت جيت تخليه غير عليك عشان يرجع تاني مثلا. او تزدت معك في العلاقة. فقمت مثلا انت مثلا ضفتي اليد مرة واحدة. نزلت صورك مرة واحدة. حتى خايف يكون انت لقبت عليه. بتبعادي عليه. وانت بتكلمي ناس كتير اه. ممكن تكوني عاملتي الحركة دي. فهو عايزي من ايه? عايزي حسبك. عايزي بمساكك كده يحسبك كده وفي نفس الوقت ضربك. يعني حسبك وضربك. مالله. نوتي خير. نوتي خير. لان بالكينج افسد بس والله مش متفقل. مش متفقل على حتة ان هو مش بيحبك. بيحبك جدا على فكرة. بس هو شخص شكله عنده حب التملج. هو حالين نسينا من نعرف. هو حالين في حياته بيتوازن على فكرة. وهذا الشخص على فكرة ممكن يكون بيعمل اعمال خير حاليا. ممكن يكون بيعطي او بيشتغل في حتة بيساعد فيها ناس او حاجة زي كده. يعني هو حالين متوازن يعني ولكن مش عايزك تمشي يعني هو شايفك ان انت مشيت وزي ما تكون عاد اه مويدوشه العلاقة وانت راح تفقدك اللي عم استنى انت راح فيه. انت يعني اللي هو انا هولع فيك هولع فيك او هولع فيك حاجة من الاتنين زي علم منك او. زي علم منك او يجرأك. زي علم منك او يجرأك. الدمان هنا مع ال king of sordis لما وضحت ال king of sordis. نيته مش باينة بصراحة. هو مش باين نيته. بس هو زي علمان قوي. وعايز ال king of sordis يعني هو عايز يعرف الحقيقة هو شاكك فيك قوي. انا مش عارفة ليه شاكك فيك قوي كده. او شاكك فيك ايه. حاجة من الاتنين. عايز يعرف فيه ايه بيحصل من وراء ضهر. وبشاعر بان فيه حاجة بتحصل لها. بقولك بصص لك وبقولك انت عايزيني بضهري انت. عايزيني كده. شاعر بان انت بفعل الحاجة من وراء ضهره. فعايز يعرف بقى ايه بيحصل من وراء ضهري. بالضبط. حالا. قولي حالا كنت فين. قولي حالا كنت بتتكلمين. اديني اكاونت لفيسبوك اشوف ايه. ممكن يكون هذا الشخص يحب التملك. او معنوش يوم مرحميني في العلاقات. معنوش فمياته غريبة شوية. النية بتاعته غريبة شوية. طب هو نوع على ايه؟ نويلك نية حلوة. نويلك يتحاسب بيحاسب ويجيب ناس تفحاسب. الشخص ده متسلط. متسلط على الطرف اللي بيبقى معاه. طيب. طيب. طيبين ثلاثة اربعة خمسة ستة. بص ده اعمل اخر فيها لاختيها. او مش هيسيبك. مش هيسيبك. انشان قدي بقى اعتبارها اعتبارها بوجل كوس. المسج. المسج مني جيبه بوصله لك. الشخص ده مش هيسيبك. لو انت بقى عمل الحركات دي عشان تجيبه تاني فهو جاي لك. بس هيجي الاول يبطش وبعد كده يقولك تهاله بقى. الشخصيه. رئيسة عصابه. بس مش بالمعنى الحرفي. ما بتسيبش حاجة هيعايزها زاكية جدا. هو هيعرف يرجعك التاني للعلاقة دي. انت زي ما قلتلك انت مشيت. انا عرفت وعرفت العلاقة دي. انت مشيت وسبت او فصلت معي. ما بتوش تكلمه بعض مثلا. وعمل بقى تحلاوه وتنزل في صور وتنزل في صور. وتكلمي ده وتكلمي ده وتهزري معرفت كومنتاته. ايه ده? انتلتك زرق. تعاين بقى. هو مش هيسيبك. بيحبك ايه. يلا. بيحبك جدا. جدا. ولكن هو ما بيحبش الطرف اللي معاه. يبقى بايد عنه او بايدها نعينه. معايا يعني تحت طوية. هو شخصيته كده. فلو انت او انت متضيقين من الشخصية دي فهي مش هتتغير. هو كده او هي كده. شخصية بتحب اللي معاها بتاعها. او بيحب البنت اللي معاك بتاعته. لكل بساطة. فهو نبع على ايه? لا ده نبع ان هو بص نسكلة العصاية وبيقلك. تعالي بقى دي تقملي ايه? تعالي بقى دي تقملي مين ده ومين ده ومين ده ومين ده ومين ده ومساحلي بقى كل الرجل عندي تفضل لي من غير ما تتكلمني. لانه بحبك اوي. هو اصلا مش شايف الحب بغير معك انت اخلي بقى لك. يعني برغم ان هو قاسي ممكن يكون الكلام احد في انه يعاتب وكده ولكن هو بحبك حبك اوي كمان. تبص بقى النصيحة بتاعتك. النصيحة بتاعتك حلوي يعني. النصيحة بتاعتك قوع تتحرك. خليك زي ما انت. بص يا رجل الخص. الاتنين دول بصين لقدامه متقنعرين اوي. خليك متقنعر. يعني فانا موقع بقى اللي بقنعر. اللي بقنعر او اا متقبر. ايه بس ما تتكبرش يعني اوما احلوه. لو انت بتحلوي احلوي زيادة. الشخص ده لو انت عايزه يرجعلك لو هو فعلا مش راضي يرجع او يعني بيقول مسلا عادي ترجع عادي ما ترجع فهو مش هيرجع الا بالطريقة دي. تقريبا تقريبا والله واعلم انتو عارفين شخص ده بيرجع زي بيرجع لما بتحلوي وتنزله صور وكده. صور بيحبك. بس هو تقريبا يعني بيجيله حالة كده ان هو بيقفل مرة واحدة. فخليك زي ما انت. اتنكي براحتك ايش حياتك? ايش حياتك? اذا الشخص مش هيسيبك خلي بالك. بس ايش حياتك? ما تبصوهوش. انا الناس مش حضي بالك. ايدي بعض رسالة ايدي ايدي انا احنام. او بدي عليه عادي براحتك. ولكن او عايزك ومش هيسيبك يعني بالمعنى الاضحة يعني. فالمسيحة بتاعتك براحتك. وكمان المسيحة دي ممكن توحي بطريقة تانية. لدي انا حاسة ان المشكلة هنا مشكلة غيرة. اكيد. وممكن تقول انتو اتخنقتوا من الغيرة دي. فخلينا نشوف النصيحة بتاني. المسيحة ممكن تقول تحررين من الغيرة. اه دمون. لا مش معناها كده. اه الامرس اهو جالك الامرس اهو. اه بص يا برج القزم خليك غامب مع هذا الشخص. هذا الشخص اه انا هفهمك بقى الشخص ده ايه? الشخص ده بيحب الشخصية او البنت الغمضة. لما تكشفش اوراقها كلها. اوكي? من الورع كده. بيانجازب قوي للبنت الزي صورة كده. بص عاملة ازاي? الزبط كده. يعني اما انتم مشين دلوقتي على انكو بتنزلوا صور ومحلوين بقوا متنمين بشغلكو كده. خليك زي ما انتم بتتحرطيش. خليك لغمضة. ما تكشفش مشاعرك لهذا الشخص. الشخص ده ما بيحبش كشف المشاعر. يحب البنت او للك على حاجة ان يحب البنت اللوغطة في مساءلها. يلا. بورق كده عزر شخص كده بينجازب للنقطة دي. اوكي فاخد مشاعرك اعي مني نفسك مش هضغيق لك نعم وهو هيجي هيصمم عليكي اكتر الاكتر ولا علي ده قلب المرش وقا استمتع بك رؤه فدي كوعه حلوة يعني مش واشي خلينا طب نشوف عايزة تأكد بس من النقطة مش بقولك يعني انا يا ربي انا مش عارفة عمل ايه اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه نفسي اعمل ايه نفسي مخبي مشاعره بس انا فسرتها من غير ما انزل وانا شوفت نشاطر ازاي با امر اول شخص ده مخبي مشاعر وعمل نفسه بقى مش همه بتيجي مديش انا كده كده روح يلا خليك ازاي من انت ما تتحركش كسوة كسوة لو عملتي مانيكير في ايدك نزلي صورة قولي الله مانيكير جودي واتصبع على خليه حبايبي وعملي لايف واتحكي مع ده وتعالي هو بيجي بالطريقة دي هيحس بقيمتك بالطريقة دي وخاف منك وعلى فكرة الشاعر بانك هتروح ترتبطي وحسس بك ده وعملت حلوي بها ترتبط مش هسيبك وهيجيلك بس هيديك الكلام قوي بيقولك انت استغفلتيني او بتستغفليني واوا 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 بس هو قلبه طيب بسرعة مش شايفة شخص وهيش يعني في المشاعر المجوعة وشخص مستقيم يعني مش شايفة شخص مش مش مستقيم مش شخص على فكرة منبقى يكون مسؤول كمان فاما اتبا باكوز واما احباده تكون يقرار عاجزة مرام كبة مراما مراما توقع مراما جيزا